السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهار ده معينا حلو سهل جدا وسريع وتحفى وكمان على قد الايد يعني مش مكلف ويلا بينا نشوف المقادير الاول معنا ثمنة او زبدة متسايحة ولفة جلاش على فكرة دي مش لفة كاملة دي كانت باقي لفة جلاش عندي ومكسرات زي ما انت عايزة بس كده الاول بقى انا هعمل الشربات بتاع الجلاش او البقلاوة في ناس بيسموها بقلاوة وفي ناس بيسموها جلاش احنا بقى بنسميها جلاش الاول هحط كبات سكر وعليها كبات مية طبعا الشربات بتاع الجلاش ما بيبقاش تقيل بيبقى خفيف يعني فانا هحط بس كبات سكر وكبات مية يعني حاجة سهلة وسريعة لو حابة كده تعملي حاجة كده يعني بسرعة بسرعة حلو تقدر تعمليها وبعد كده الاول بقى هدهن الورق كده سامنا طبعا المكسرات اللي عندي ديت تشكلت كده مكسرات وكان معاها كمان زبيب يعني كانت موجودة عندي فاستعملتها اللي موجودة عنديك عندك سوداني حطي عندك فزدق حطي اللي موجودة عنديك اه فيه ناس بيعملوها على فكرة زبيب وجوز هند بس يعني دي سهلة جدا وعلى فكرة بيطلع الطعم تحفة تحفة يعني وبس انا بقى فردت كده المكسرات حاجة سهلة ومش مكلفة والطعم حكاية يعني يعني اللي يشوف الجلاج دوت ما يقولش ان هو يعني اللي يدوق طعمه ما يقولش كده ان هو يعني مفهوش حاجات كتير بس على فكرة الطعم بيبقى جميل جدا وان شاء الله يعجبكم وتحبوه وتجربوه اه انا بقى هلف كده الورق طبعا الورق بقى المشكلة بقى الورق اللي عندي يعني ما طلعش طوزة قوي اه يعني طلع شوية بفتفة كده بس ما فيش مشكلة برضو هتشوفوا معايا في الاخر الشكل هيطلع ازاي انا كده عملتوا كده بالراحة عشان خطر ايه ما يتبهدلش يعني مني انتوا طبعا بقى ايه لو حبتوا تعملوها الوصفة دي هت ممكن تجيوه بقى ايه الجلاج يكون طوزة اه او يعني تبقوا متأكدين ان هو مش بقى له كتير يعني انا والله يعني كنت جايبا قريب بس طلع يعني برضو مش طوزة يعني بس ما فيش مشكلة برضو انا عملتوا طلع طعم حلو ها هو بس بيغلب شوية في اللف يعني بصوا بقى بالراحة كده لفيته وبعد كده ايه هدهنه اه اه سامنا طبعا انتوا براحكم ممكن كل لفة يعني كل لما تعملوها واحدة تدهنوها بس انا ايه ما بحبش قعد ادهنه كتير عشان خطر برضو ما يبقاش تقيل عليا يعني انت بقى اكلها حلوة وخفيفة وطعمها حلو مش محتاجة بقى ان انت تزاود يعني زينا عن اللزو والصبا هجي ايه اقطع كده ايه زي السامبوكسة كده بالعكس زي ما انتوا شايفين كده يلا وتنسوني في اللايك وشير وسبسكرايب برضو ايه انا بحب استعمل هنا ايه سكينة كده مش رشرة عشان خطر في التقطيع بتبقى سهل عليهم ازبطها كده يطلع الشكل تحفة بس هجيب بقى انا جبت الصينية البايريكس وحط دهانته كده سامنا من تحت وبعد كده هحط عليه الايه الجلاشة واحدة واحدة كده سهلة جدا وسريعة والطعم بجد ان شاء الله هيعجبكم دي تعتبر يعني نص لفة جلاش او يمكن اقل من النص كمان ومشا الله ملت معي الصينية يعني اكلة حلوة غير مكلف نهائي وكمان الطعم هيحكاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد كده بقى جبت مية مية عادية خالص حطيت في نفس الطبقة اللي فيها كانت الزبدة وبعد كده حطيت عليه لبن نيدو حوالي تلات معالي كده لبن نيدو بصوا الخطوة ديات مهمة مهمة وهتدي طعم مختلف للجليش وانا طبعا في الحلو بحب قوي قوي لو هحط لبن استعمل لبن نيدو في الحاجات الحلوة يعني بصوا بقى هصب عليه كده اللبن يعني ايه هخليه كله احاول على قد ما اقدر تخلوا كل اللبن يجه عليه على الجليش هيبقى طاري معيكو وفي نفس الوقت مش هيبقى طاري يعني جامد هيبقى برده مقرمي شوية وبعد كده هرش علي قرفة طبعا ده اختياري ممكن ترشي علي قرفة من جوة وانتي بتحط المكسرات وممكن بقى ترشي من فوق زي ما انا عملت كده طبعا القرفة كمانا في الحلوة بتدي طعم جميعا وبعد كده بقى ايه دخلته الفرن هسيبه كده لحد ما يتحمل وبعد كده خلاص اهو هعمل بقى الشرباط اه انا حطيت بصوا بعد اما حطيت شوية كوباية السكر وكوباية المية بدأت عامل ايه قبل الفرشمية وامسح كده حوالين الكسرونة من فوق ليه بقى عشان السوق العسل ما يبقاش كتل معي او يسكر الحتة دي بتخليه ما يسكرش قوي وبعد كده حطيت نقطة لمون بس لحد ما ايه اه ميسك كده معي شوية طبعا مش عايزات قيل قوي يدوبك السكر لقيته دي بكويس وبس خلاص على كده زي ما انتو شايفين وبعد كده بقى هرش على ايه على الجلاش طبعا انا كنت سيبته يهدى شوية يعني ما خلتهش سخنة قوي سبته يهدى والجلاش برضو هيدي شوية وبعد كده ايه حطيت وما تحطوش الاتنين سخنة على بعض عشان خاطر الجلاش مع الجنشيت لما هيك مزمت وبس كده ويا رب يكون وصفتي عجبتكم وتحبوها وتجربوها واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله